بينه وبينه كل واحد زيك بدي يغير شكل موبايله ويشوف حاجة جديدة زي ما ما عملنا فيديو صح؟ خلينا الان ان شاء الله نشوف الحاجات الجديدة او حاجة جديدة ان شاء الله هنحطها على موبايلاتنا الشاومي والريدمي والبوكو في عنا هنا ملاحظة قبل ما نبدأ في الموضوع اليوم تطبيق الثيمات لما ندخل على تطبيق الثيمات في تحديث الMIUI يعني اللي عنده مثلا تحديث 14 او 13 او ما شبه ذلك بتطبيق الثيمات بتلاحز انه تطبيق الثيمات لو بحث عن ثيم معين في الMIUI هتلاقيه موجود روح بحث عليه في الMIUI هتلاقيه مش موجود هذا طبيعي محطين ثيمات موجودة بتلاقيها في الMIUI لكن في الMIUI مش موجودة هذا الحل تبعه تحديث الجديد لما نيجع عندك صلوا على سيدنا محمد الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اول حاجة مركز التحكم وهذا هو مركز التحكم اللي موجود معنا هو عبارة عن شكل يعني الايقونة اللي موجود معنا هي ايقونة شكلها مربع وحوافها دائرية طبعا بتعطيك الالوان الازرق او هاي اللون الازرق وهي اللون الاصفر يعني مثلا اذا اضع الطيران هيعطينا لون الازرق نشغل الواي فاي تمام ما حدث انت لما تيجي تشغلها تتحرك مثلا هذي هذي فانت هنا ممكن تدخل اليوتيوب من هذي المكان بالنسبة للحركة الحركة موجودة معنا هذه الحركة حركة الايقونات الكاميرا وهكذا هذه الايقونات بالنسبة لمركز التحكم هذا اللي عندك مركز التحكم ممكن تتحكم انه انت الاسماء هذي تكتبها كيف يعني لما نيجي على الاعدادات وبعد الاعدادات نيجي على الاشعارات وشريط الحالات لا احز انه في عندك هنا في امور كتير ولكن انا بدي اورجيك هالشغلة هذي انزل تحت لا تظهر تسمية الايقونات لما نيجي ننزل مركز التحكم اصبح لدينا ايش اصبح لدينا ضوء الفلاج مكتوب الماسح كل الايقونات موجودة صح ولا لا انت بتحبيك ولا بتحبي اشي تالي بتعمل لبا الدكية لاحز هنا الحركة هذا حركة مسلا السماعة بتكبر وبتصغر الاضاءة تتحرك وعندك هنا الواي فاي والموسيقى على اليوتيوب زي ما حكينا بتدخل مباشرة شغلت فيديو مثلا يشتغل فيديو نزال ايه الوقت ثمان بيقف اللي يدي من الفيديو اللي بعده واللي قبله شاشة القفل هذه هي شاشة القفل تعطينا هذا الشكل بنسبة لشاشة القفل بتجي تسحب زي هيك الكشاف هيضوة بتسحب زي هيك الكشاف هيطفى لو نقرنا نقرتين هتفتح معنا الكاميرا الوضع الداكن هذا هو الوضع الداكن ايه هيك شغلنا الوضع الداكن وهذا هو الوضع الداكن كيف ننفذ هذا الكلام على موبايلاتنا هنيجي على تطبيق الثيمات ونيجي على المكان هذا ونيجي هنا في البحث نكتب اسم هذا الثيم اكتب معاي هايبر V مسافة V اتنين طلع هايبر VN مسافة V2 طبعا كبيرة لأو سمول هنعمل بحث هيطلع معنا هايو هايبر VN هدا هدا البدية هايو بتيجي تعمل زي هيك وبعدين بتعمله تنزيل بعد ما ينزل ويخلص تيجي على تخصيص تتأكد انهم كلهم معلمات باللون البرتقالي تيجي تعمل تعيين بعد ايضا ما تعمل تعيين وتخلص هترجع رجع وترجع كمان رجع وترجع كمان رجع وتيجي على المكان هذا وتيجي على ثيمات مخصصة وتيجي على شريط الحالة تختاره علشان تختاره لمركز التحكم عشان تعمله تعيين وبعد ما تعمله تعيين لمركز التحكم هتيجي تنزل زيكا هتحصل عليه كله مين المية بعدين تيجي تعمل إعادة تشغيل هايو إعادة تشغيل الجهاز يفضل لاحظ الانومياشن فيه انومياشن لما تفتح وتسكر تمام تمام وهذا ما كان لدينا ان شاء الله نلتقي فيه جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم